صوت العنصرية يعلو في ملاعب روسيا والتخوفات تزداد قبيل انتلاق المونديالة ولعل التجارب في هذا الصدد كثيرة كما هي تجربة محمد مع الاحتراف خلف جدران العنصرية في روسيا وذكريات ما زالت تؤلمه مع نادي إنجي الناس بتتقنبك اللعبة بتبدأ تتقنبك لأن انت لعب جديد عليهم فبيباش في كلام في الأول ما بكلموش معي وكده قصنع العنصرية والأول يعني نقدره الإهانة إنه يقول له لا أنت كنت سايق ويزعقه فيه ويزعقه فيه في الملعب ويصرخه فيه في الملعب لو اللعب ما بيعملش بيقومش بدوره بيبقى فيه يعني نعمل حدة أكتر عليه الأجنبي غير اللعب المواطن بيبقى فيه حدة شوية معاه لأنه هو المفروض جاي يشيل الفرقة وجاي ينجح الفرقة لأنه أنت جاي محترف رغم أن البلد المستضيف للمونديال يقود منذ أشهر طويلة حملات متمئنة حول تقويذ مظاهر العنصرية إلا أن مواجهة سلوكيات سلبية كهذه تبدو مهمة صعبة مع فئات جماهيرية تشربت العنصرية والشغب لوقت طويل بجتمع الروسي ما كيتقبلش على أنه يجي يعني لاعب من برا روسيا يعني بهذه المعنى يعني ما كيتقبلوش هاي عقلية يعني مال الشعب كامل السلطات الروسية ورغم أعلانها عن حزمة من القرارات لمواجهة هذه الظواهر كالأعلان عن قرارات بالسجن والغرامات المالية لمرتكب الشغب أو السلوكيات العنصرية في كأس العالم إلا أن ذلك قد لا يمنع من وقوع حوادث عديدة على اعتبار التجارب الكثيرة السلبية التي سجلها التاريخ داء الملاعب العنصرية وإن اختلفت أشكالها حيث تبقى المنغسة الأولة للقاءات الكروية أينما كانت وفي المونديال الروسية قد ترتفع حدة هذه المظاهر مع حوادث بالجملة شهدتها العديد من الفعاليات الرياضية هناك وبحسب مراقبين سيكون لكرة القدم نصيبها الوافرة منها إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة نبيل معليولي اليوم على الحرة دبي